وقد في العاصمة القطرية دوحة الاجتماع التاسع والعشرون لأصحاب السمو المعالي رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا وقد نبس موشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لترأس وفد مملكة البحرين المشاركي في الاجتماع اخبار الزميل عيسى شريدة مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والمتبثلة في تشكيل هيئة خاصة بفضل منازعات الرياضية الخليجية مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد بتشكيل هيئة فضل المنازعات وهذا الامر تم رفعه من العام الماضي وتم دراسته ودعوة الاخوان في دول مجلس التعاون في عدة اجتماعات الى ما وصلنا الى الصيغة النهائية واللي تم اعتمادها اليوم في هذا الاجتماع وان شاء الله ان مملكة البحرين راح تحتضن هذه الهيئة واللي بتشارك بلا شك في الكثير من الدورات الخليجية والبطولات الخليجية وتكون الخط الاول لاي جهة حبة تنهي ترفع تظلم ماه فتكون هذه من ضمن منظومة دول مجلس التعاون اعتقد هذه واحدة ايضا من المبادرات المهمة لدى اللي اتوبها الاخوان وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس اللجنبية البحرينية وهو وجود هيئة لفضل النزاعات الرياضية واللي الحمد لله اليوم لقت مباركة ايضا من قبل اصحاب السمو المعالي واللي ان شاء الله خلال الفترة القادمة سوف توضع لها الاسس التي تستطيع من خلالها ايضا ان اذا كان هناك ان شاء الله ما نتمنى ان يكون هناك اي اختلافات ولكن لو كان هناك في اي من اللجان التنظيمية بطولات معينة هي سوف تكون المرجع لكي يكتم حل مثل هذه الاختلافات كما تم المصادقة عن مبادرات خليجية اخرى وكان من اهمها اقامة اولمبياد خليجي خاصة بالاضافة لتحديد يوم رياضية والاهتمام بالرياضة المدرسية والشماع موفق كسابق بالاجتماعات ونحن محظوظين الحمد لله في دول الخليج بقادتنا اللي يعني يسعون ويهتمون بالشباب ورياضة في دول الخليج وان شاء الله ان الامر تسير من حسن الى احسن هذه يعني بادرة من الاخوة في دولة غطر الشقيق انه يكون يوم رياضي موحد وحنا اخترحنا انه يكون الاسبوع الثاني من فبراير من كل عام فطبعا هذه بادرة يمكن الاخوة في غطر السابقونة انه يكون يوم رياضي ويكون فيه اجازة لجميع مؤسسات الدولة اليوم احنا خلينا يوم سبت على اساس انه ما نجور الدول انها تاخذ اجازة كل تلك القرارات شكلت نقلة نوعية في القطاع الرياضي والشبابية الخليجية في اطار نهوض والارتقاء بها الى اعلى المستويات قرارات حسمة شهد اجتماع رؤساء اللجان الالومبية بدول مجلس التعاون الخليجي ومن اهمها اعتماد مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عسى شريدة لمركز الاخبار بتلفزيون البحرين الدوحة